حل المعادلة التالية لما يجيك أي سؤال في حل معادلة هو المطلوب إيجاد قيمة المتغير أو إيجاد هنا في السؤال قيمة X لاحظ عندي أن التسعة هنا هي حاصل ثلاثة تربيع يساوي تسعة طيب ليش ما أبدل التسعة وأحط مكانها ثلاثة تربيع لماذا؟ علشان أساوي الأساسات في الطرفين علشان يكون عندي الأساس علمي ثلاثة وهنا بدل ما أحط التسعة سيكون عندي إيش؟ سيكون عندي ثلاثة تربيع إذن ثلاثة تربيع بين قوسين 2X ناقص 1 يساوي 3.6X هنا نلاحظ أن الخصية هنا هي قوة القوة وبالتالي قوة القوة 3.2 2X ناقص 1 سكر القوس يساوي 3.6X نلاحظ هنا أن الأساسات متشابهة وعندي خاصية تقول إذا تشابهت الأساسات نساوي إيش؟ الأسس وبالتالي هنا A يساوي B طيب إذن الأس في الطرف الأيسر هو 2 2X ناقص 1 والطرف الأيمن الأس هو 6X الآن نحضر المعادلة حل عادي نقوم بتوزيع الاثنين في 2X 4X 2 في سالب 1 سالب 2 ويساوي هنا 6X الأربعة X نطرحها من الطرفين لتصبح عندي سالب 2 يساوي 6X ناقص 4X 6X ناقص 4X هي 2X والطرف الأيسر هو نفسه سالب 2 الآن نريد إيجاد قيمة X نقسم على اثنين الطرفين إذن قيمة X إذن قيمة X تساوي هنا سالب 1 انتهى الحل الآن استخرجنا قيمة X وهو حل المعادلة التالية إذن لما جيك في السؤال حل المعادلة وفيها عندي أسس نستعمل خصائص الأسس اللي خذناها في القواعد السابقة هنا استخدمنا خاصية قوة القوة واستخدمنا أيضا خاصية التحليل لجعل الأساسات في الطرفين متشابهة كما لدينا هنا في الطرف الأيمن بعد ذلك أوجدنا قيمة X بمساواة الأسس للطرفين بمعادلة عادية في التالي قيمة X هنا تساوي سالب 1